اشتركوا في القناة ومشيرا إلى أن رئيس السيسي أصدر توجيهاته للهيئة بإعادة ترميم الكنيسة أجرى الرئيس عبد الفتح السيسي اتصارا هاتفيا مع قدرصة البابطة الدرس قدم تعزيه في ضحايا حادث الكنيسة بالجيسة وأكد رئيس السيسي خلال الاتصال على قيام كل مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء أثار هذا الحادث الأليم كما تقدمت السيد انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بخالص العزاء في ضحايا الحادث حريقي كنيسة إمبابا وفي تدوينة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دعت السيد انتصار السيسي المولى عز وجل أن يتغمدهم بوسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان مع تمنيتها بالشفاء لجميع المصابين أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة بكل أجهزتها تحركت فور علمها بحادث حريقي كنيسة أبو سيفين وأشار الرئيس الوزراء إلى أن الحماية المدنية بذلت جهودا كبيرة للسيطرة على الحريق كما أكد مدبولي أن الرئيس السيسي وجه بتوفير أكبر قدر من الدعم للمصابين وأسر ضحايا حادث حريقي كنيسة أبو سيفين موضحا أنه تقرر صرف مائة ألف جنيه إعانى لكل أسرى من ضحايا الحريق وعشرون ألف جنيه للمصابين بحريق الكنيسة كما تفقد النائب العام نسشر حمد الصاوي موقع حادث كنيسة أبو سيفين بن بابا وأكد النائب العام أنه تم الانتهاء من مرضلة كافة الجثمين فيما لم تلحظ فيها أي إصابة ظاهرة دال على أمور أخرى خلاف الاختناق مشيرا إلى أن فريق التحقيق انتقل برفقة الطبيب الشرعي وأنه أجرى توقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثمين وقوفا على أسباب الوفاة تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بخالص التعازي والموسائل البابا ودرس الثاني في وفاة ضحايا حادث اندلاع حريقي الكنيسة بأبو سيفين بمنطقة بابا بالجيزة وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مجلس النواب يتقدم بخالص العزاء للشعب المصري وأسر المتوفين في وفاة الضحايا الأبرياء دعينا الله عز وجل بالشفاء العاجل للمصابين نعى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرزق ضحايا حادث حريقي كنيسة أبو سيفين بن بابا بالجيزة وتقدم بأحر التعازي وصدق الموسى إلى قدسة البابا تودرس الثاني بابا الأسكندرية بطريارك الكرازة المرخصية وإلى أسر الضحايا دعينا المولى عز وجل أن يمنع المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ مصر وطنا وشعبا ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال كوير كود الظاهر على الشاشة هذه تحياتي لأي أبوزة شكرا للمتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر